من بارح الحقيقة أنا كنت سعيدة بحضوري ومشاركتي في أولى الليالي السعودية المصرية أو المصرية السعودية مش مهم المهم إنها تعاون مصري سعودي حقيقي حيكون حنشوف له مظاهر كثيرة في السينما في المصرح في الغناء في أمور كثيرة جدا أولى الليالي كانت في دار الأوبرا المصرية بتعاون ما بين هيئة الترفيه السعودية وبين وزارة الثقافة وأيضا المتحدة للخدمات الإعلامية كان فيه عدد طبعا كانت الوزيرة نيفين كيلاني موجودة المستشار تركي الشيخ رئيسية الترفيه كان موجود عدد من قيادات المتحدة كانوا موجودين طبعا بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين عدد كبير جدا من الفنانين ممكن بقى لي فترة ما شفتش هذا العدد مجتمع وأنا هنا بتكلم على ممثلين كتاب ملحنين مطربين من كل الموزعين ناس من كل أنحاء الفن مثقفين ناس كتيرة جدا كانت موجودة كان فيه استمتاع بالحفلة زي ما أنتوا شايفين أنا كده مستمتاع جدا كنت يعني سعيدة في هذه الحفلة لكن الحقيقة أنه كانت فعلا فيها عدد كبير من الفنانين اجتمعوا وكان فيها فقرات كتيرة جدا أول حاجة كان الفنان العراقي السعودي الكبير ماجد المهندس وماجد المهندس ده يعني شاعر كده تحس أن انت وانت بتسمعه شاعر لما بيقول الموال العراقي سلام يعني صوت ولا أجمل وكلمات ولا أجمل ماجد المهندس أيضا كانت له كلمة مهمة في تحية مصر وتحية الثقافة المصرية والفن المصري وتأثير الفن المصري ولما بقى غنى أكدب عليك قامت الصالة وهيصت على الآخر لأنه غنى أكدب عليك وغنى رسالة من تحت الماء والحقيقة أنه يعني كانت أغنيات جميلة كنت قادة عاملة امتحان لكل الناس اللي حواليها فوزير ده ألحان مين وده تأليف مين ويعني فيه ناس نجحت وناس سقطت بس العيان ما كانت يعني تجربة مهمة جدا